السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقى عدنا إشان نعرض البيانات في الرياكت طبعا إحنا ممكن نستفاد من الـ Edit ناخذ المعلومات اللي موجد بيها ونعدلها بداخل الـ List على سبيل مثال إحنا الـ React نحتاج Use Effect نحتاج Use State نحتاجها كذلك ما رح نحتاج إلى Use Navigate وإنما رح نحتاج إلى كلمة Link على مودة Delete حلو؟ وأكسيوس أيضا رح أحتاجها هذا رح أحتاجه على مود أنه أحدث بالبيانات List والـ Use Effect رح أحتاجه حتى أجلب البيانات من السيرفر أول ما يدخل للصفحة طيب هذا عندي Product List أجي الفنكشن اسمه Product List زين شلو اللي أنا أحتاجه هذولا أنا ما أحتاجهم أوكي وهذولا أيضا أنا ما أحتاجهم أحتاج constant وأسمي هذا ProDicts تمام حتى أجلب لي إذن بالتالي Set Malta شو رح يكون Set Products حلو؟ و Use State Malta هذا رح يجيب لي أكثر من معلومة يعني رح تكون Array فإذن بداخله رح يكون Empty Array مبدئيا Use Effect يعني رح أستفاد من عنده إنه يجيب لي شنو الـ Products كلتا فرح أسميها Fetch Products طيب الـ Fetch Products شنو هو؟ رح يكون Async الـ Function مالتا Arrow Function رح أستخدم هنا Get رح يجيب لي المعلومات مالت الـ Product بدون ID ما أحتاج لين رح يجيب لي كل الـ Products على شكل Array بعد ذلك رح يجيب لي هاي البيانات هاي البيانات أنا أحتاج شا سوي Set Product أضيفة بداخل الـ Product من هو الـ Data فإذن الـ Data قبل أضيفة بداخلها ما أحتاج إلى هاي الجزئية ولا أحتاج إلى هاي الجزئية حلو؟ طيب حتى الكاتش هم تقدر تعذفها Something like this يعني فشي بسيط مثل هاي الحالة احنا عدنا and هنا حتى الـ Then تقدر تجيبه هنا وهذا ما أيضا تقدر ترتبها الشكلية يعني تقدر تعمله بلين واحد بس كلها تتحولها إلى لين واحد بس هذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة للـ Fetch رح نحتاج أيضا أنه نحذف البيانات فإذن هنا رح أجي أخذ مثلا Function اللي هو أبو الـ ID مثلا هذا أوبس هذا تمام أجي أضعها في الأسفل هذا شو رح يكون رح يكون الـ Function اسمه Delete Connaissance اسمه Delete تمام أيضا رح يكون Async بس لكن رح نطيله هنانا الـ ID الـ ID هذا بدل الـ Get رح يكون Delete العملية مالتا تمام زائدا نطيني الـ ID بعد ذلك رح يرجع لك Data تقدر تطبع البيانات مثلا هالنجحة العملية على سبيل مثال Successfully أوكي بلس أقدر أجلب البيانات من جديد هنا Fetch Data مرتلخ أنادي على Fetch Data حتى بس يحدث البيانات التوماتيكيا إذا ظهر عندي أي مشكلة خلاص أعرض لي هاي المشكلة بالكونسول مثلا طبعا هنا أنا ما أحتاج إلى Change ما أحتاج إلى Update على سبيل مثال إن هذا الـ Function أصور منها لهنا هذا كله أنا ما أحتاجه بسيط جدا يعني رح أحتاج Function بس وحدة Delete وحدة شسمة طيب بالنسبة لترتيب الفوروم شو رح يكون عدنا رح أحتاج لـ Class Container رح أحتاج هنا مثلا Justify Center هذا ما أحتاجه يكون Raw And الـ Column رح يكون 12 وعدنا ما أحتاج أنه أنا أضيفهم داخل Card حقيقة يعني مثلا هنا هذا كله أقدر أنا أحذف بس هنا ما أحتاج أحتاج إلى Link أوكي Link بهذا الصورة Link هذا أستفاد من عنده وين يعني هنا مثلا بالناف إذا أخذت خطفت لفد Link هذا للـ Delete رح أضيف فـ Class Name ما ألت رح يكون أو لا خلينا نعمل Create أيضا إلها هنا هذا ما رح يكون Active يعني الـ Class Name ما ألت رح يكون BTN BTN Primary NB Minus 2 Float أندب على طرف اليمين Float End أوكي and 2 Product Create أوكي ذات إذا أحتاج ما أحتاج شيء آخر نايس يبقى عدنا شنو هنا رح أعمل بدل ما الكارد رح أسويها Call Minus 12 تمام and هنا أنا ممكن أعمل مثلا Table أقدر أخذ مننا Table Table رح يكون وين I think Playout Nope هذا Contain Table صح فهنا أنا عندي لحظ Table بسيط فأقدر أخذ هذا Table وأضيف بداخل Class Name ما أحتاج كل TR أحتاج واحد بس أوكي بهذه الصورة أحتاج واحد بس وفي هذا مثلا رح يكون شنو عندك أنت هنا ID وهذا أنا ID ما أحتاج أعرضها بس لكن رح أعرض Title مثلا Description والصورة مثلا Image وأيضا إذا أريد أحذفها Delete تمام Delete بهذه الصيغة طيب عدنا بعد شنو هنا أنا عندي TR طبعا بالTBody تقدر أنه هذا TR كل خل نحذفها نجي هنا أو TV نحتاج خل نجي هنا مثلا بالMuTBody نفتح أقواس Template ونجي هنا نجي المعلومات هنا أنت عندك Look at this one Product أوكي products فأجي هنا أقول شنو أقول products dot length أتأكد من أنه products أكبر من 0 length مالتا حلو and أفتح الأقواس هاي ليش قلنا حتى إذا يجي null تذكرون بالReact قلنا إذا هذا ما سوينا تقدر هالشكل تعمل رأسا وكي and ليش هاي ينظيف حتى إذا بالبداية من يكون null ما يظهر error إضافة لذلك ممكن تعمل هاي طريق أيضا إنه link لازم يكون أكبر من 0 بعدين تعرض لنا خلي نقول البيانات عرض البيانات إنه بالproduct تجري تعمل maps أو map عفوا مو maps وتفتح في داخلها row and key row and key وهذا أيضا شرحنا بالReact هذا رح يؤدي لك إلى شنو نفتح الأقواس هذا رح يؤدي سوري مو أقواس مجموعة وإنما أقواس أتيادية هذا رح يؤدي لك شنو يؤدي لي إلى أنه أنا أحتاج إلى tr تمام هذا أجي الآن أخذ وظيفة هنا طيب tr رح أضيف بها key ف رح أقول هنا مثلا key يساوي من عندي key تمام بيعد الصيقة plus هذا أول واحد ما أحتاج الرو هالشكل لكن هذا رح يكون title صح وهذا رح يكون product يعني تكن تسمي product أو whatever تمام title وعندي description وعندي image صح description بهذا الصورة وعندي أيضا واحد آخر لل image بس ال image شون أسويها لازم أنا أحتاج إلى image هنا إذا جينا قلنا إلى img tag حلو مات ال image والimg tag ما رح يحتاج إلى tag هالشكل ف أجي أقول مثلا ال width malta غن نستخدم الاجتماع العتيادية مو template يعني يكون 100 px و src اللي هو source malta آ source malta شو رح يكون هنا رح نستخدم template شوف يعني أقدر أخذ مثلا المسار هذا كلها اللي هو مسار image malta اللي نحفظها حلو هذا طبعا داخل string المسار هذا اللي آني جاي أحفظها وين جاي أحفظها آني بال product image تمام فأقدر هنا أنا أقول product image يعني هذا product image بهذا الصيغة تمام زائدا menu raw image اللي هو هذا تمام زائدا اللي هو menu raw image image زين هذا شنو رح ينطيني هذا رح ينطيني خلي نقول source أوك and let's see هذا الشكل نسوي طبعا ممكن إنه هذا copy نجي نضيفه هنا slash بهذه الصيغة أوك إحنا ممكن استخدام template الخاص بالjava script طبعا template الخاص بالjava script ما نستخدم single code ولا double code وانا ما نستخدم هذا الشكل اللي هو ما الي يكون تمام لاحظ هنا يقدر يقرأ template بالماك رح يكون بصف shift بصف الكيمات shift تمام فهل شكل أنا أقدر أظهر الصورة يبقى عندي td أخرى اللي هو وظيفته رح تكون المن لل delete action تمام ف رح يكون هذا عبارة عن button فأقدر أخذ button من هذا مثلا أضيف و ما يحتاج type مع submit class name هذا primer رح نبدأ George و ما نحتاج لل mp3 وهنا رح يكون delete بس لكن on click لازم نضيف له on click on click هذا رح يكون arrow function في داخل arrow function رح أضيف ال function الخاص بالdelete اللي هو هذا delete product اللي ياخذ id تمام هذا طبعا مش شرط هم تحتاجه لأقواس يعني تقدر رأسا هين ش تسويها وهنا تنطيل شنو row dot id row dot id فبهالشكل يكون عندنا احنا list ايضا خلاص تمام شوف لاحظ هذا طبعا الكود رح يكون مرفوع ايضا على الgethub ورح يكون بالضمن الوصف مع الفيديو يبقى علينا عملية التست ان شاء الله بدرس القادم مع السلامة